اشتركوا في القناة أستاذي لو سمحت نريد أن نبدأ على المؤتمر الحزي عشاري فضاما هذا مؤتمر مهم جدا يعني فيتنا دائما تقدر تقديرا عاليا جهود مبذولة من قبل منظمة لدعم السلام وأمن الإخليم والعالمية وأيضا نقدر تقديرا عاليا موقف مغرب وعلاقات الصداقة والتحاون بين فيتنام ومملكة المغربية أستاذ ما هو الفرق بين المؤتمر الحادي عشر للتضامن لهذا العام 2018 وهل هناك إضافة بين المؤتمر الحادي عشر والمؤتمر العاشر هذا مؤتمر ينعقد في وضع الإقليمي والعالمي معقد الصراع الفلسطيني من أجل البقاء والموجود في مواجهة هذه الهجمة ينتظر اللجلة بالتضامن للشعوب الأفريقية والأسيوية وهذه الجلسة التي حضرناها الآن هي جلسة التحدى عن القضية الفلسطينية وما سمي بسخطة القارم وحقيقة أن كل المداخلات ومن جميع ممثلي الشعوب في أفريقيا وياسيا رفضوا ما سمي بسخطة القارم رفضوا الاعتراف من قدس عاصمة الإسرائيل وللغة السفارة الأمريكية واعتبروا أن هذه السفقة ستقاوم ليس فقط من الشعب الفلسطيني أو العربي أو المسلم وإنما من كل شعوب العالم الأحرار الذين يرفضون هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني حقيقة أنه كل المداخلات كانت تتحدث باتجاه دعم سمود الشعب الفلسطيني الدعم حقوقه في تقرير المصير دعم محل الدولتين التي حاولت الإدارة الأمريكية لابتعاد عنها وإسرائيل أيضا أخذت دول أكثر لمزيد من الاستيطان مزيد من المعدوان على الشعب الفلسطيني أتقدم نيابتنا على اللجنة التونسية للتضامن والسلم في أسماء عبرات الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية وإلى جلالة الملك استضافته هذا المؤتمر الحادي عشر وكذلك إلى اللجنة المغربية للتضامن والسلم وإلى السيد غالعة سعود طلع الأطلسي على اللجنة التحذيرية واللجنة التي تسهر على أنجاح المؤتمر كل الشكر وكل الإمتنان لهم المؤتمر هذا الحادي عشر كانت الشعار التيعه هي التنمية المستدامة تبطني على التنمية المستدامة هي السلام والتضامن ركزتان للتنمية المستدامة فيها العديد من المحاور فيها المجتمع الدولي والتعاييرات التي ستطرق عليه فيه تسبيل القضية الفلسطينية فيه كما سباك التسلح فيه يعني نحاولوا أنه هناك أربع جلسات نحاولوا فيها أنه دراسة وحوصلة لما يحدث في العالم إن كان في المنطقة العربية أو الوطن العربي أو إقليمياً أو دولياً أولاً بنشكر دولة المغرب شقيقة على استضافتها بالطمر الثالي عشر بمظمط التضامن والتعامل التضامن بين الشهور الأفريقية والأسرائية المؤتمر هام جداً ومتعش موضوعات كثيرة ومتنوعة كان لسا عندنا جالسة والأثيق على القضايا الاستنائية والسهول دعبها وبكرة عندنا جالسة وأكرها عن المحاولات التفديد هو المواجهة هذه المحاولات وهذه ببطة جالسة معنا إبداً أنا شايف أنه يعني هذه الأشياء لازم الحوار هو أهم شيء بيننا نحن شعوب أفريقيا وحاسية يجب أن نحن نركز على التضامن والتلحم بيننا وقد تعود الأجواء اللي سادت عند قيام حركات زي حركات باندهم بوحدة محلاز نفتقب لهذه الأجواء الان لازم انتخاطب ولازم الفوار أريد أن أردت أردت أعود إلى أشجار المدينة للمنزل في تحضير المتابع بالتجارة المتابعة والمعركز السيدة تحضير مرافق على تحضير المتابعة Jagd it is the conference for world peace especially for the people of African continent and the people for Asian continent. And this conference uphold the spirit of global peace and our strong opinion against terrorism. And the people who want to peace in the world and for the sustainable development. I hope this conference will contribute a lot. ونقرأنا أن الماركوانين تعتقد في الحياة كلهم فردوا الحياة ونحن من المنزل من البنغلدس ونحن من الكثير من العالم مثل من العالمين النفل و سولنكا المنزل من جبان المنزل من البرسيا ونحن نحن من هنا لإمكاننا المشاركين مع أسراب المرسل و أسراب الذين يملكون التحديل من الحياة وموضوع التنظيم هل هناك إضافة؟ إضافة أن المؤتمر الحادي عشر يتحدث عن السلم والتضامن ورسلته للتنمية المستدامة لأن الشعوب لا تستطيع أن تعيش بدون سلم وأن التنمية لا تنمو الشعوب في ظل الحروب والنزاعات الإقليمية وأن المبادرات السلم الدولية التي تدعو للسلم وحل المنازعات بالطرق السلمية هي الطريقة الأمثل لحل النزاعات بين الشعوب وأن المنظمة والعضاء كلهم يسمنون مبادرة جلالة الملك محمد السادس في حديثه عن دعوة للتفاوض والسلم في النزاع مع الجزائر وحل هذا النزاع بالطرق السلمية ما هي الخلاصة التي خرجتون بها في هذا المؤتمر الحدي عشر؟ المؤتمر لا زل في دور الانعقاد وتتحدث الوفود عن المشاكل الدولية والصراعات بين الدول وصراعات التسلح والنزاعات بين الدول وكيفية تضامن الشعوب والمنظمات لإعطاء قوة قوة لدعوة السلم والتضامن من أجل نزع السلاح بالفعل التضيير الفلسطينية تنسوا اشتركوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجريش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر